السلام عليكم. اليوم راح نخرج من المواضيع الاعتيادية اللي والفنا ننشروها لانو حبيت نتكلم عن موضوع اه الصحراء الغربية والتاريخ نتاع القاضية نتاع الصحراء الغربية وحبيت نشرح اه للناس وخاصة الشباب اللي ما يعرفش اه الجذور نتاع المسكين تاع الصحراء الغربية. اذا حبيت نرجع للتاريخ بش ما يغلطوكمش. انه الجزائر اه في قضية الصحراء الغربية كانت كما نقول احنا في كانت اه اه تابع كل التطورات انتاع القاضية منذ بدايتها. وكل شي راح موثق. لان المشكلة انتاع الصحراء الغربية هذا ما صراش في عهد الرومان ولا عهد اه عهد الفينقيين ولا عهد الاتراك ولا في اه هذا اه راح صراغير اه عنده يعني في القرن الماضي. وكل شي راح موثق بالصوت والصورة والي اللي زار شي في كلهم راحهم في اه في الجزائر وفي المغرب وفي اه عند منظمة الامم المتاحية في كل الهيئات الدولية. على بالها بوش الصراء منذ البداية. اذا لا داعي الانسان اه للتجاهل. ويدروا حم كأنه مع مع لبلهمش كأنه امور اه تغيرت. هي الامور لم تتغير. هما الجانب اه مغريبي يقول لك باللي وكلمة مغريبي اليوم راح نستعمل كلمة مغريبي لكن كلمة مغريبي فيها فيها ابعاد اخرى. فيها نواية توسعية. واحنا على هذه كنا نستعمل كلمة المروك. لكن اليوم اه ندير اه كما نقوله استثناء. وانا نسمي المروك نسميها المغرب. صفة مؤقتة. نعود ندير فيديو على المشكلة هذا التسمية هذا على المغرب. المهم. اذا القاضية انت على صحة الغربية هذه اه كين قانون دولي وكين منظمة دولية وكين منظمة امم المتاحية وكين منظمة الوحدة الافريقية وكين مواثيق وقوانين. وهذه القاضية على الصحة الغربية هي قضية تصفية استعمار. يا حبة من حبة وكارهة من كارهة. وهذا القانون الدولي اللي يتكلم عليها. هي يعني البند اللي يتكلم على تصفية استعمار موش يقول? يقول باللي الحدود المعترف بها دوليا. هي الحدود الموروثة على الاستعمار. وكلنا يعرف بالصحة الغربية. مستعمرة اسبانية. والمغرب محمية فرنسية. يعني السياق التاريخين تاع المغرب والسياق التاريخين تاع الصحرة الغربية مختلفين تماما. وما نقدرش نروح الاعتبارات تاريخية تاع المبايعة وامبراطورية كانت يطروح من مكان لما كان وامبراطورية المغرب واصلة للنهر السينيقال وامبراطورية الاتراك واصلة حتى النهر الملوية في المغرب. ما نقدرش ناخد هذه الاعتبارات. لكن نبدأ نستعمل هذه الاعتبارات التاريخية. اما فرنسا فرنسا تعاود الالماني دوموندي وللوران لفرنسا. بس كلللوران كان تتابع لفرنسا. البريطانيين يعاودوا دوموندي وانجليا اه امريكان بس ككانوا بس تعمرين امريكان. الاتراك يعاودوا دوموندي والجزائر ودوموندي والهيطالب وبتونس. وكانوا تابعين الخلافة العثمانية. هذا الامر هذا امر يعني اه ما يمرش. بس 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 ينبال اروت هذا الازارقيمون هذا. كين قانون ويلازم الدول قاعد ترجع للقانون الى غاب القانون. وغابوا قوانين الامم المتحدة. يحسن ما نقوله لا جانجل. يقوله القاوية غلبة ضاعف. وهي رايحة. اذا نقوله التاريخ انت على الصحراء الغربية. هي في سنة الف سعمية خمسة سبعين. عندما خرج اه احتلال الاسباني من صحراء الغربية. قرر كانت هي يعني كانت منظمة هادية على البوريزاريا كانت موجودة قبل قبل تحتل المغرب صحراء الغربية. وكانت تناضل ضد الوجود الاستعمالي الاسباني. لكن معلش هي لما خرجت. القسمة كان فيها اتفاقية بين اه بين الاسبان والمروك والموريطانية. وحاولوا يديروا يديروا اتفاق مع الجزائر على اساس يقسموها على تلاتة اه بين الدول تلاتة. بمدين انا ذاك مستاش قلهم لا. والف ولا. ما فيهاش تقسيم. كين شعب. عنده حق في يقرر مصيره. فاذا ابو مدين رافض التقسيم. وش يعمل سيخونا الملك الحسن الثاني. يروح ياخد الجزء انتع الجزائر. ياخد زوج اجزاء. ويمدز الجزء الثالث. المختار ولدادة. رئيس الموريطانية انا ذاك. ثلثة سنوات من بعد. يجي اه يصرى فيها عن كوديطا. في موريطانيا. ويجي هذا الرئيس جديد. اه محمد اه ولد الطايع. ويقرر اه قال لك انا يا الصحة الغربية يسمح في الثلث انتاع وتاع الصحة الغربية. قال لك انا الهدية كبيرة وعريضة ما ما حاصل فيها ما كان لها انا ما نزيدش ان نزيد نطمع في في الارض انتاع الصحة الغربية. اذا يسمح في الجزء الثلث اللي كان عنده. ويرميلو مغارفو. للمالك. قال لهاك ده ده براسك. ده براسك وحدك. وفي الستة والسماعين اه عاما بعد المالك المغربي يقرر اه المسيرة الخضراء. يعني عملية الاسكناطة. هذا هو الاحتلال. هذا هو الاسكناطة هونش معانتها. معانتها تروح تحكم ناس من مكان وتحديهم المكان اخر. وتسكنهم تستوطنهم في مكان اخر. هذي هي معانة المسيرة الخضراء. سيدا سيدين ديمارش كولونيال. يعني ديمارش كولونيال يعني بيتم من الكلمة. اذا اه تندلع الحرب. بين اه جبهة البوليزاريو والجيش الملاكي وكانت الجزائر تساعد يعني الجيش تساعد الثوار بحكم انها بلد بلد الثوار وساعدت مشغل ساندت في سا جنوب افريقيا ساندت في في كوبا ساندت في الفيترام ساندت في في كثير من الدول ساندت كيفح الشعوب في حوصل الاستقلال اليها وتقاير مصيرها وهذا داخل في السياق انتح السياسة الجزائرية وجزائر حرة في مواقفها سياسية فاذن كانت الحرب وصار يعني كانت انا نشفى كانوا كانوا الجنود المغاربة يطيحوا كالذبان وكانوا الاسران تعال الجيش المغربي في في الظواحين تعال الاراضي المحررة وجزء من من تندوف كانوا يعدون بالالاف بالمئات واظهر هذا عندما داروا تبادل الاسران اظهرت جمع وجماهير الاسران تعال الجنود المغاربة ظهروا المهم في تسعة وسبعين او تمانية وسبعين بعد موت رئيس بومدين تغيارت سياسة الجزائر توجه القضية الصحراوية وحتى بومدين فيها فيها وعليها فيها كلام كتير يعني المهم بعد رحيل اه رئيس هواري بومدين الشادلي يغير سياسة تعال ويعني ويقترح مشروع انتعوق في اطلاق النار ووضع القاضية في الامم المتحدة اذن اه كان فيها بما يسمى باجتماع اه اه زيرالدة في زيرالدة بين حسن ثاني وشادلي ورئيس ابن علي تاعة تونس وداروا اجتماع وقروا وقف اطلاق النار وكان اه بشادلي اه يعني دار مجهود باش اه قنعها للصحراويين يعني وجبهة البوليزيرو بوقف الاطلاق النار يعني هما تبعوه يعني وقالي دار مجهود باش يعني الجنوح الى السلم ونخليه المشكلة هذا يتطرح على مستوى على منظمة الامم المتحدة ويكون فيها ان شاء الله قال لك يكون فيها حل وكان انا ذاك تصريح انتع الملك الحسن ثاني انه سي يعني يراضي بالحل هذا وسيحترم كل القرارات اللي تتا سوفت اه والنتائج اللي سوفت اه تصدر عن الاستفتاء تعال التقارير الماصر الشعب السحراوي. اذن اه بقيت هكذاك. وكانت حركة يعني حركة ديبلوماسية تاعة السحراويين كانت بلدان كاتينة كانت اكثر من تمانين دولة اعترفت بجمهورية تاعة السحراء الغربية. جمهورية السحراوية. وكانت اه حتى وعصباحة عضو في منظمة الوحدة الافريقية. وكانوا جهود انتع الامم المتحدة بالموازات لي اه اه اقامة اه استفتاء على على تقارير الماصر للشعب السحراوي. بعض الناس يقول لك لا لا الصحراء سي الصحراء صحراء وما فيها شرغاشي. انا نذكرهم نذكرهم بان الدولة الخالج اه كلها كانت صحاري. كويت والامارات والقاطر وكذا. كانوا كلهم صحاري. والغاشي اللي فيهم لا يتعدى الخمسين الى مئة الف بدورحل. بل ربما يعني الغاشي للشعب اللي موجود في صحراء الغربية هو اكتر من الشعوب اللي كانت موجودة في هذه الصحاري يعني في الخليج اللي بعد ما اخذت استقلالها ودركة صفحت بشأنها. وخاصة الامارات اللي كانت هي صحراء. وكانوا فيها خمسين الف اه كانوا قع صيادين يصيدوا اه في البحر. ودعوا استقلال ودعوا دولة. هما دركوا ولو يستهزقوا بالشعب الصحراوي ويتجهلونه ويجيبوا الااا للصفاران تحفل ااا يعني في في الصحراء الغربية. يعني استفزازا لهم اللي كانوا كانوا كما هما. المهم. اذا بعد ما اه جاء 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 بالجديد. وتغيرت السياسة وراحوا noiseshtare. الاتفاقيات انتعتها في تقارير الماصر اقامة اه استفتاء على تقارير الماصر. بدأت العملية كانت مجهودات حتى احتي وين مات الهرенти نطلع للحسن الثاني. وجاهز ابنه. مهمة هذا محمد الخامس. محمد السادس. يعني بين قوسين هو محمد السادس لكن وراهم محمد الخامس ومحمد الرابع ومحمد الثالث يعني التسمية يعني ما عنداني اساس نراس. المهم. كي جاء هذا محمد السادس? واش يقرر? طي الموضوع. يديرو في ادراج اه الرياح. ويديرو سياسة واحدة اخرى. سياسة فرض الامر الواقع. نفس السياسة اللي طبقها اسرائيل في الاراضي المحتلة في فلسطين. يحتلوا لنفس سياسة الاستيطان وتطوير البناء التحتية ومنها لخلق واقع جديد. وتجاهل الشعب الصحراوي والعهود اللي يعني العهود اللي وقع عليها الملك أبوه. ويراحوا في سياسة اخرى. وهنا نلاحظ ان التواطئ من بعض الدول الخائنة. مع هذه العملية تعال الاستيطان. والعمليات تعالى يعني شي راهيب. والان وصلنا الى الوضع اللي رانا فيه. وهذا الوضع جاء نتيجة للصغير السياسة. لو كان البوريزاريو كملوا الكفاح المسلح انتحم. لابداوه كان النتائج كان تكون اخرى. كانوا كانوا حصلوا على الاستقلال انتحم في الوقت اللي رانا فيه الان. والسلام عليكم.